ما تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية تلقي بثقلها على جنوب قطاع غزة حيث أفاد سكان بأن الدبابات الإسرائيلية توغلت في مناطق أكثر عمقاً الأحد ولسيما المناطق الشرقية لمدينة خانيونس وذلك وسط اندلاع اشتباكات عنفة في تلك المناطق السكان أكدوا أن التوغلات الإسرائيلية في المنطقة أدت إلى حركة نزوح لآلاف الأسر من منازلها والتوجه إلى مناطق مكتظة في المواصي غرباً وشمالاً إلى دير البلح في وسط القطاع نتيجة التصعيد العسكري والأوامر الإسرائيلية السابقة بالإخلاء الدبابات الإسرائيلية توغلت في عمق ثلاث بلدات هي القرارة والزن وبني سهيلة شرقي خانيونس فيما قال مسعفون إن القصف الإسرائيلي أودى بحياة تسعة فلسطينيين على الأقل في وقت سابق من الأحد بهذه المناطق وفي رفح بالقرب من الحدود مع مصر توغلت القوات الإسرائيلية في الأجزاء الشمالية من المدينة ولم تتمكن بعد من السيطرة عليها بالكامل كما قصفت الدبابات بعض المناطق وسط القطاع من بينها مخيم البريج ومخيم النصيرات وجحر الديك من جهتها أعلنت وزارة الصحة في غزة في حصيلتها اليومية لضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة مقتل 66 شخصاً وإصابة 241 آخرين خلال 24 ساعة فقط الوزارة قالت في بيان الأحد إنما لا يقل عن 39.324 فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال قتلوا وأصيب 90.830 آخرون في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي ترجمة نانسي قنقر